خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري بلغ حجم الاثمار الاجنبي المباشر لمتدفك البر الرئيسي الصيني 619.78 مليار يوان بارتفاع 2.6% على سنة سنوي وبلغ حجم الاثمار الاجنبي في صناعة الخرامات 476.61 مليار يوان بزيادة 12.1% على سنة سنوي خلال فترة يناير اغسطس بينما ارتفع حجم الاثمار الجنبي في كتالة خرامات فائقة التكنولوجيا بواقع 28.2% وزاد حجم الاستثمار من هولندا بنسبة 73.6% بينما ارتفع حجم الاستثمارات القادمة من بريطانيا بمعدل 17.2% حسب البيانات وبناء على الاحتوال الفعال لوباء كوفيد 19 طبقت سن بصرامة سلسلة من التدابير لبسط الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار للجنبي